هنروح لكرة الطائرة الرجال اللي بياخدوا الآن وانا بكلمكم مباراة في البطولة العربية لكرة الطائرة الرجال والتي تقام على الاستاذ القاهرة طبعا المباراة دي التالتة مع خيبة لليمني خيبة لليمني والمباراة شغالة دلوقتي اطلقت الساعة الثامنة طبعا مساء النادي الاحلي بدأ مشواره بالفوز على نادي مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3 صف وبعدين فوزنا على بني الاماراتي بنفس نتيجة 3 صفر ايضا وطبعا الجمعة الجاية المباراة سيكون مع نادي السايب العماني واخر ما تش هيكون مع نادي الوقرة يوم السبت باذن الله المجموعات ست فرق في المجموعات مجموعتين فقط بعد انسحاب اربع فرق منهم نادي الزمالك والكويت الكويتي اضطرت اللجنة المنظمة اعادت القرعة مرة اخرى ويعني خلاص هما كانت 12 فريق فكان لازم وإلزاما ما ينفعش يتعملوا على 3 مجموعات لان ازاي لازم يبقى عدد زوجي يبقى نعملها ازاي يبقى خلاص يبقى نعملها مجموعتين كل مجموعة 6 فرق هيتأهل اربعة وده فرق ناف وبعد ما يتأهل اربعة لدور الثمانية هيبقى نظام المقصة اول رابع تاني تالت اتصور ان شاء الله ان البطولة باذن الرحمن باذن الرحمن بتسير بخطة نحو النادي الاحلي بخطة سابت فرقتنا بالحمد لله يعني عايشة يعني ثقة جيدة جدا بعد الفوز طبعا بالسوبر المصري طبعا الفريق بقيادة كابتن محمد مصر الحميدو والجهاز الفني كابتن طايجر وكابتن جمعة كنا اصدفناهم وكابتن اسامة بوزينة كابتن خاردة بوزينة انا اسف كل الجهاز الفني فطبعا انا شايف ان الطريق ماشي وممهد للفريق لحصد اللقب الثاني وده هيتبقى حاجة جيدة جدا انه خلال اسبوعين او اسبوعين ونصف الفريق يحصد بطلتين محلية وايضا اقليمية نتمنى بس ان الفريق يمشي بسبات المهم ان فيه لود عالي انت بتلعب خمس مباريات في وقت داية هتلعب ثمانية قبل نهائي نهائي ان شاء الله بدون اصابات بدون اي اجهاد كابتن محمد مسال حميده قادر يقود الفرقة بالسكواد اللي عنده يعني يمكن اول مباراة كان متقلق مين واخد احسن لعب محسن محسن ما شاركش في السوبر فانا بفهم يعني يمكن انا ما شفتش المباراة اوه ولكن شفت الجواز وشفت الحقيقة واضح من السياسة والسيستم انه ما قاعد اللعيبة اللي اهدوا في السوبر لان السوبر ما كانش مباراة السوبر كانوا ست مباريات فرايح اللعيبة خلاهم ياخدوا خطوة وراء ولعب بالسكواد اللي ما شاركش في السوبر طب ما ممكن المجموعة دي تقدي اداء كبير يجي في الفاينال استعيم بيو هنا التبديل والتوفيق اللي بيعملها المدير الفني خاصة انه عنده سكواد من فريق كامل كامل الحقيقة يعني ما تعرفش مين ممكن ينزل ومين ممكن يطلع فرقة ما شاء الله عليها فببقى مشكلة المدير الفني هنا انه محدش يهرب منه يهرب منه يعني ايه يعني محدش فنان يبعد عنه لا كل العيب بيجيبوا يلعبوا ويخليه في مستوى ده نزل شوية علي ده طلع ينزلوا بحيث انهما كلهم يبقوا جاهزين بتدفع باي حد ودي مسؤولية كبيرة الحقيقة ما تفتكرش الموضوع السهل عشان انت بتقود مجموعة من نجوم وكل النجوم دي عايزة تلقى